السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في العراق ولم يكن في الحجاز لم يكن في مكة بمكانها المعروف حاليا شبهة غريبة إيه الكلام ده لكن في هذه الشبهة سر من أعجب ما يكون السر لا يعرفه حتى الملاحدة اللي بينقلوا هذه السبهة من حوليات قديمة هتفاجأ عندما تعرف السر بعد قليل في شبهة تانية يقول لك الإسلام تمت صناعته في العصر العباسي شوية ويقول لك لا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاد فتوح بلاد الشام بنفسه ايه الكلام ده ايه الشبهات الغريبة العجيبة المريبة دي ايه السر طيب سؤال مهم فعلا هل هناك دليل على الوجود التاريخي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل في أدلة على السردية الإسلامية لأحداث السيرة أدلة ثابتة أدلة أركيولوجية هل في مخطوطات نقوش بتثبت صحة السردية الإسلامية لأحداث القرن الهجري الأول تحديدا حلقة مهمة جدا جدا احتسب الوقت لله عز وجل وأي ملحد بيبحث عن الحق احتسب الوقت تحريا لهذا الحق شاهدوا الحلقة للنهاية شفوها للآخر لإن الكلام مترابط والأدلة الآخر الثانية في هذه الحلقة مهمة جدا هتحسم حاجات كتير في ذهنك في هذا الموضوع أصلا آخر دليل هعرض في هذه الحلقة هيفجأك فلا تعجل وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كل المسلمين على وجه الأرض وكل الكفار وكل الملاحدة وكل المستشرقين الكل مجمع على صحة السردية الإسلامية لأحداث السيرة كما نعرفها اليوم الكل متفق سواء مسلم أو غير مسلم على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولد في مكة التي في الحجاز وأوحي إليه في سن الأربعين ومات في سن الثالثة والستين في عام حداشر هجرية ستمية اتنين وتلاتين ميلادية وإن أحداث السيرة وأحداث الخلافة الراشدة وما بعدها وقعت كما هو مدوّن في كتب التاريخ أصل هذه الأحداث منقولة بالتواتر كل تفصيلة نقلها ما لا حصر له من البشر إلى ما لا حصر له من البشر نقل الكافة عن الكافة والأخبار مدوّنة من أول يوم كما سنذكر بعد قليل والذاكرة المجتمعية لا تخطئ أبدا فإذا كانت كل تفصيلة متواترة فما بالك بمجمل الأحداث أضف إلى ذلك أن أخبار السيرة وأخبار الخلافة الراشدة وما بعدها تم ذكرهم في الحضارات المجاورة للعالم الإسلامي من ذاك الوقت من القرن الهجر الأول كما سنذكر بعد قليل بالأدلة فالبشر كلهم أجمعوا على حصول هذه الأحداث إحنا ما إحناش بنحكي عن قرية في كومومبو انقردت وانتهت وعندنا خلاف في تفاصيلها نحن نتكلم عن أمة من الناس فتحوا ممالك الأرض وسادوا العالم في جيل الصحابة فتحت الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطورية الفارسية أعظم إمبراطوريتين في العالم أنت متخيل أن الفرس والروم كانوا محتليين ثلثي المسكونة تلتين المسكونة كانوا محتليينهم هذه الإمبراطوريات العملاقة طلعت تجري من قدام الصحابة وبلا رجعة فأحداث النصف الأول من القرن الهجري الأول دي قضية عالمية قضية غيرت شكل الأرض للأبد غيرت التاريخ للأبد فكيف تنكر قصة العالم؟ وبعدين تاريخ الإسلام لم ينقطع ساعة واحدة من الأرض من لحظة ظهوره وحتى اليوم تاريخ الإسلام من أول يوم مبعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية النهاردة تاريخ متواتر تواتراً معنوياً وتواتراً لفظياً منقول بكل تفاصيله نقل الكافة عن الكافة مفيش عندنا فترة مظلمة ولا حتى ساعة واحدة مظلمة في كل تاريخ الأمة مجتمعات المسلمين مجتمعات مستقرة ثابتة من أول يوم العلم والسيرة والأخبار والأحداث وكل شيء ينقل في النور في المساجد على عينك وهذا العلم وهذه الأخبار وهذه الأحداث بينقلها ناس معروفين لناس معروفين مفيش عندنا مجاهيل زي الثقافات الأخرى أغلب ما نعرفه عن التاريخ الآخر ينقله مجاهيل لا نعرف عنهم شيء لكن إحنا بنسترط معرفة أي حد ينقل لنا أي تفصيلة ولو أد كده قبل ما المؤرخ في القرن الهجر الأول أو التاني يدون أي حاجة لازم يكون عارف من الذي نقل له هذا الخبر هو في مؤرخين في القرن الهجر الأول ده نهفجأك إن شاء الله في هذه الحلقة استنى علي ده إحنا بنسترط معرفتنا لحفظ الناقل إن اللي بينقل هذا الخبر أو هذه المعلومة أو هذا الأثر يكون حافظ لو بينسى مع السلامة بنسترط يكون عنده أخلاق يكون صادق يكون عنده ضبط لكل كلمة اللي هو في علم الحديث بيسمى عدالة الراوي وضبطه حاجة آخر دقة والله العظيم ده أنت لو هتجوز بنتك مش هتعمل معاه ما كانوا يفعلونه مع رواة الأخبار والعهد أصلا بهذه الأحداث وهذه الأخبار قريب من 1400 سنة يفصل بيننا وبينهم 28 جيل والصحابة مهماش أربعة ولا خمسة دول مئة ألف صحابي نقلوا كل تفصيلة من السيرة لمئات الآلاف من التابعين والسيرة وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت بين يديه في عندنا اتنين وخمسين صحابي كتبوا السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم وهنأتي للأدلة على هذا الكلام بعد شوية احنا بنسخن بس وبعدين القرآن اللي بينزل فيه أحداث معينة آيات كتير من القرآن نزلت مرتبطة بمواقف محددة في وسط ناس يعرفون ارتباط هذه الآيات بتلك المواقف فماذا تفعل مع القرآن اللي بيثبت صحة السردية الإسلامية لكثير من الأحداث؟ القرآن الكريم عندك النهاردة منه أربعين مخطوط من القرن الهجري الأول باتفاق علماء المخطوطات جميع هذه المخطوطات الأربعين متطابقة بنسبة مية في المية مخطوط ويتزيستن المكتشف سنة 1913 ده من القرن الهجري الأول فيه 85% من القرآن مخطوط لندن من القرن الهجري الأول فيه 60% من القرآن المخطوطة الباريسية اللي كتبت سنة 30 هجرية أو بعدها بقليل والقرآن أصلا منقول بالتواتر نطقا كتاب صوتي كل حرف في القرآن نقل صوتيا بالتواتر من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة حتى العصر الحالي وإنت النهاردة ما تعرفش تاخد إجازة في القرآن إلا بالنقل الصوتي من فم شيخك لكل حرف في القرآن وشيخك خد الإجازة من فم شيخه أيضا بالنقل الصوتي لكل حرف في القرآن وصولا للصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندك اليوم ملايين الإجازات بسلاسل متواترة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلمة في القرآن بتراجع في الصلوات الجهرية في المساجد من عهد النبوة كمية توصيق مرعبة والقرآن والسيرة والأخبار نقلوا في ظل حماية دولة قوية دولة مسلمة قوية قادرة على حماية النص وحماية نقل الخبر فدي كلها حاجات عملت إجماع بشري على صحة السردية الإسلامية للأحداث كما نعرفها اليوم لكن هب فجأة يا صاحبي تظهر فئة عجيبة من الناس كائنات جاية عشان تنقطك يقول لك ده النبي محمد كان في العراق مش في الحجاز ده الإسلام عباسي صناعة عباسية إيه السر في هذا الكلام؟ فيه نصوص سريانية مسيحية بتدعي أن محمد كان محرققا في أرض العراق وهاجر منها بعد ذلك إلى الشام نصوص سريانية مسيحية بتدعي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهر في أرض العراق وهاجر منها إلى الشام إيه الكلام ده؟ موضوع العراقي يعني أنه الأول موضوع الهجرة يعني عندها عدة تفسيرات لكن فيه نص عند شخص اللي هو باتريار كان كان باتريارك في الكنائس الشرقية في سنة 649 كانت بداية جلوسه على كرسي الباترياركية ونقل لنا بعض المعلومات عن ماذا حصل بالضبط وذكر المنطقة بالاسم قال مكان اسمه رادان كلمة رادان أنا بحث في كل القواميس ودورت يعني لم أجد لها يعني لم يعطينا أحد يعني منطقة بالضبط أين توجد لكن ما وصفه هذا الباتريارك يعني يتضح أنها منطقة العراق باتريارك للكنائس الشرقية سنة 649 ميلادية بيقول لأتباعي أن النبي محمد ظهر في العراق في منطقة اسمها رادان والملحد ما هوش عارف يعني إيه رادان مفيش بلد في العراق اسمها رادان هقول لك الكلمة دي معناها إيه بعد شويها فجأك بقول لكم فيه سر فظية فهناك مخطوطة باللغة اليونانية تسمى دكترينا جاكوبي أي تعليم يعقوب ما كتبت في سنة سمية أربعة وثلاثة قتل السراسين أحد ضباط الحرس الإمبراطوري ربما معناها ولي البيزنطة على هاتلك المنطقة وابتهج اليهود لمقتله وقولهم إن النبي قد ظهر وإنه أتى مع السراسين بمعنى العرب فنلاحظ من خلال المص أن اليهود ابتهجوا لانتصار العرب على الحمية العسكرية البيزنطية وظهور النبي مع السراسين بمعنى أنه إلى سنة سمية أربعة وثلاثة ميلادية لا زال محمد حياً يرزق لغاية ستمية أربعة وثلاثين ميلادية النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان حياً يرزق وشارك في فتوح بلاد الشام بنفسه إيه موضوع المخطوطات دي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مات بلا خلاف سنة ستمية اثنين وثلاثين والشام فتحت في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث وولد في أرض مكة التي في الحجاز أم ليه ستمية أربعة وثلاثين والعراق وردان ومشاركته صلى الله عليه وسلم في فتح الشام إيه سر هذا الكلام؟ ركز بقى معايا عشان نفهم الموضوع ونفهم الخيط اللي بينسج كل هذا الكلام ونفاجئ من يطرحون هذه الشبهات بالسر من يطرح هذه الشبهات لا يعرف السر فركز معي السريان واللاتين والأرمن الشرق الأوسط وأوروبا في ذاك الوقت كانوا بيؤمنوا بالكتاب المقدس أهل كتاب والكتاب المقدس فيه نص من أعجب النصوص على الإطلاق أعجب نص من نصوص البشارات اسم نص دانيال سبعة أو سفر دانيال إصحاح سبعة في هذا النص يخبر النبي دانيال وهو في السبي البابلي يعني إيه سبي بابلي؟ طبعاً بني إسرائيل كانوا الأمة الموحدة في الأرض ولقد اخترناهم على علم على العالمين كانوا زي الفل لكن مع الوقت اتبعوا عباد الأوثان فصلت الله عليهم من يسبيهم ينقلهم بعيالهم بزوجتهم بكل حاجة من أرضهم إلى بابل فده اسمه السبي البابلي أشهر سبي في التاريخ على فكرة المهم وهم في السبي ظهر فيهم نبي عظيم اسمه النبي دانيال وظهرت معه أعظم بشارة في تاريخ البشارات بشارة بتقول أن في أربعة ممالك سوف تحكم الأرض ممالك عظيمة قوية عنيفة هتسيطر على الأرض مملكة بابل ثم فارس ثم اليونان بتاع الإسكندر ثم مملكة الرومان الرهيبة وأخبر دانيال بعلامة كل مملكة وفي زمن المملكة الرابعة يبشر دانيال بظهور مملكة قديسي العلي مملكة خير أمة مملكة الرب هتظهر هذه المملكة في زمن المملكة الرابعة وهتهزم الممالك الأربعة وتعيد التوحيد للقدس لأول مرة في التاريخ طبعا أنا شرحت هذه البشارة بالتفصيل في حلقة سابقة والحلقة في الوصف تخيل يا صاحبي لن تحكم القدس من ساعة السبي البابلي في القرن السادس قبل الميلاد لن تحكم القدس أي أمة موحدة إلى أن تأتي هذه المملكة مملكة قديسي العلي آه هيرجع بانو إسرائيل من السبي بعد شوية هيرجعوا بعد فترة وفعلا رجعوا لكن رجعوا تحت سلطان أمة وثنية ولم تحكم القدس أمة موحدة من ساعة السبي البابلي إلى أن تظهر هذه الأمة التي بشر بها النبي دانيال ما شاء الله على جمال هذه الأمة الغريبة أن النبي دانيال حدد لهم حتى زمن ظهور هذه الأمة قال لهم الأمة دي هتظهر بعد ظهور شخصية كوستنطين العظيم الذي تنبأ أيضا بظهوره هتظهر هذه الأمة بعد كوستنطين العظيم بـ 350 سنة كوستنطين ظهر حوالي تقريبا 300 ميلادية لو أضفنا 350 إلى هذا التاريخ فنحن الآن تقريبا في العام 650 ميلادية وهو الزمن الذي دخلت فيه القوات المسلمة الموحدة لأرض القدس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأول مرة من ألف سنة من ساعة السبي البابلي يحكم القدس أمة موحدة كما تنبأ دانيال عليه السلام يهزم الصحابة الممالك الأربعة ويفتحوا بابل والقدس وفارس والشام تهرب الممالك الأربعة من قدام الصحابة يجروا زي الفران من أمام خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ويعيد الصحابة التوحيد للقدس البشارة دي من أعظم وأعجب وأغرب بشارات العهد القديم يقول قصيس إرميا السابق عبد الأحد داود عن هذه البشارة لعلها أروع وأوضح نبوءة عن البعثة النبوية لأعظم البشر وخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم أروع وأوضح بشارة وأسلم عبد الأحد داود رحمه الله الغريبة إن النبي دانيال لم يبشر بهذا فحسب دا بشر بأن هذه الأمة هتملك أرض قسطنطين نفسها القسطنطينية وهتفضل القسطنطينية في يد مملكة النبي القادم إلى قيام الساعة مش هتضيع منهم مثلا زي مضاعة الأندلس لا دا هتفضل لقيام الساعة في يد مملكة النبي القادم لأهمية هذه البشارة أنا شرحتها في كتاب بصائر في أكتر من عشرين صفحة الكتاب دا بالمناسبة كتاب بصائر مهم جدا لأي ملحد أو حد عنده شبهات أو حد عاوز يدرس ملف نقد الإلحاد رابط هذا الكتاب في الوصف الكتاب فيه أكتر من ألف دليل على صحة الإسلام في رد على أغلب شبهات الملاحدة كتاب مهم لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وأراد الحق المهم فبشارة النبي دانيال بشارة عجيبة وأنا يظهر لي أنه دعا ربه وهو في السبي البابلي دعا أن يدفن في زمن هذه المملكة يدفن بعد أن يفتح المسلمون القدس ويعود التوحيد لأرض القدس يدفن والإسلام في عز عندنا حديث من دل على دانيال فبشروه بالجنة والحديث في سنده نظر لكن اللي حصل فعلا أن الصحابة لما فتحوا مدينة تستر وجدوا رجوذا عظيما في بيت مال الهرمزان على سرير لم يتغير منه شيء سألوا عنه وعلموا أنه النبي دانيال وكان أهل تستر إذا حبس عنهم المطر برزوا بسرير هذا النبي فيمطرون أرسل الصحابة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعلون بشأن هذا النبي فحفروا 13 قبر متفرقة فلما كان بالليل دفنوه في أحدها حتى لا يهتدي إليه الناس ويفتنون به فالنبي دانيال عليه السلام دفن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن عاد التوحيد للقدس والصحابة وجدوا عند رأس النبي دانيال كتابا فيه نبوآت بشأن ما سيأتي من الأيام اللي هو سفر دانيال الغريبة إن أنا فعلا فجأت إن في أثر أن دانيال عليه السلام دعا ربه أن يدفن في زمن هذه الأمة لكن الأثر مرسل في سنده نظر الكتاب المقدس أيضا بشر بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وأنه سوف يولد من نسل قيدار وقيدار هو ابن إسماعيل وهو جد عدنان جد قريش وكما تعلمون عدنان هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم فالكتاب المقدس بشر بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وبشر برفع الأذان في أرض قيدار في أرض قريش تخيل لترفع البرية ومدنها صوتها الديار التي سكنها قيدار يرفع الأذان في أرض قيدار والنصف أوله بيتكلم عن النبي القادم الذي اختاره الرب وكيف أن هذا النبي القادم سيرفع على يده الأذان في أرض قيدار وفي نفس النص أخبر أن أهل المدينة المنورة هيتربوا فرحا بقدوم هذا النبي المنتظر تترنم سكان سالع من رؤوس الجبال جبل سالع هو أحد أشهر جبال المدينة المنورة وهو اللي حصلت عنده غزوة الخندق أقولي ولا إيه والله عالم عجيب من البشارات ويأتي مشتهى كل الأمم مشتهى في النص العبري محمد ويأتي محمد كل الأمم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عرفين زي ما عرفين عيالهم والله العظيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب اللي عنده علم بهذا الكتاب شاهد على نبوتي شرحت هذه البشرات بالتفصيل في كتاب بصائر في حوالي مئة صفحة فلما ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتحت أمته الممالك الأربعة وفتحت القدس كما تنبأ دانيال ولما بعث صلى الله عليه وسلم في الزمن المحدد في كتبهم ده في نص عندهم إنه هو هيبعث بعد موسى عليه السلام بألف سبعمية وخمسين سنة وعشان كده كان أهل الكتاب بيقول في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قد أظلك زمان نبي واليهود كانوا بيقولوا لأهل يثرب قد تقارب زمان نبي كانوا عرفين زمان ظهوره صلى الله عليه وسلم بالزبط فلما ظهر صلى الله عليه وسلم في الزمان الذي يعرفون وفي المكان الذي يعرفون وبالاسم الذي يعرفون وبالصفات التي يعرفون وفتحت أمته الممالك الأربعة ودخلوا بيت المقدس هنا أسقط في أيدي أهل الكتاب ماذا نفعل؟ هنقول إيه للناس اللي معانا لم يجد رجال الدين اللاتين والسريان والأرمن لم يجد أهل الكتاب إلا أحد أمرين يا جماعة الموضوع طلع صح هذا هو النبي المنتظر وهيا نسلم يا إما الأمر الثاني نسوف حل لهذه الورطة نسوف حل نطلع بيه من هذا الإشكال وهنا هيظهر حل عند أهل الكتاب في القرن الهجري الأول حل يطلع بيه من إشكال البشرات ويعلموا هذا الحل لأتباعهم هذا الحل هو أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه هو المسيح الدجال بس كده هو ده الدجال اللي هيظهر في آخر الزمان وحاشاه صلى الله عليه وسلم فدا كان هو الحل اللي قدامهم بس ما فيش أي علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسيح الدجال فبدأ أهل الكتاب يتلاعبوا في مكان بعثته صلى الله عليه وسلم وبدأوا يتلاعبوا في تفاصيل بعض الأحداث حتى يجعلوا نشأة الإسلام وصفات النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة لبعض صفات ضد المسيح أو المسيح الدجال حركة كيجي وان لكنهم عملوها طبعا أهل الكتاب يعرفون الدجال جيدا وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما علمتم أن ضد المسيح يأتي دا كلام الكتاب المقدس فأهل الكتاب الكل منتظر الدجال وهيعمل آيات عظيمة مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب والدجال عند أهل الكتاب له صورة وحش وحش عظيم له سبعة رؤوس وعشرة قرون ومكتوب عليه اسم تشديف مكتوب عليه كافر بس ركزوا في الرقمين دول رقم سبعة ورقم عشرة وهتعرفوا ليه بعد شوية بعد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وفتحة الممالك الأربعة وفتحة القدس بدأوا يلعبوا اللعبة بتاعتهم اللي هو أي مسكن والسلام ده هو دا ضد المسيح فظهرت حوليات سريانية وحوليات لاتينية في ذاك الزمن تتلاعب بمكان بعثته صلى الله عليه وسلم وزمان بعثته صلى الله عليه وسلم وبعض التفاصيل عشان يعملوا أي توفيق بينه وبين الدجال وأهو الناس تتلهي الناس تهدى شوية طبعا كلام يضحك لكن الزن أكبيرة زي الحولية اللي عرضها هذا المرتزق واللي فيها البطريارك بيقول لأتباعه أن النبي محمد بوعث في أرض العراق موضوع العراق يعني أنه في مص عند شخص اللي هو بطريار كان بطريارك في الكنائس الشرقية في سنة 649 طبعا المسيح الدجال باتفاق المسلمين وأهل الكتاب هيظهر في أرض العراق في المشرق إنه خارج خلى بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبوتوا فالدجال هيطلع من المكان ده وعند أهل الكتاب الدجال سيولد من صبت دان وصبت دان اختفى بعد السبي الأسوري في أرض العراق فالدجال باتفاق هيخرج من أرض العراق بس ركز في كلمة دان فاكر لما هذا المرتزق قال لك إن هذه الحولية بتقول إن النبي محمد ظهر في أرض العراق في منطقة اسمها رادان وأنا مش عارف يعني إيه رادان وذكر المنطقة بالاسم جال مكان اسمه رادان كلمة رادان أنا بحثت في كل القواميس ودورت يعني لم أجد لها يعني لم يعطينا أحد يعني منطقة بالضبط أين توجد رادان طبعا الكلام في الحولية عشان يربط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صبت دان الصبت اللي هيخرج منه الدجال بس المرتزق عشان مش فاهم السر مفهمش يعني إيه رادان النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلوه من نسل اليهود ومن صبت دان ومن أرض العراق هراء وجنون عقلي لا يحتمل لكن أهو أي مسكن عشان الناس تهدى فهو صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه تماما ويقينا صفات النبي المنتظر فهيعملوا إيه طيب طبعا ثقافة أهل الكتاب اللاتين والسريان في زمان البعثة النبوية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت ثقافة ضحلة اللي بيعرفوه عن الإسلام مجرد حكايات شعبية بيسمعوها من الحجاج النصارى القادمين من القدس فكان البطاركة بيستغلوا دا وبيكتبوا أي مراهم مسكنات لتهدئة هذه الكارثة التي حلت بالعالم الغربي فيكتبوا حوليات يلفأوا فيها أي حاجة عشان يربطوا بينه صلى الله عليه وسلم وبين الدجال وحاشاه تلاقي مثلا واحدة من أشهر الحوليات الحولية الإسبانية سنة 754 ميلادية بتقول فيها للناس أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث في مكة والتي هي بين أور الكلدانيين في العراق وكاري الجزيرة ونفس الحولية بتقول إن فتوحات النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الشام كانت في السنة السابعة من حكم هرقل سنة 618 ميلادية طيب اشمعنا السنة السابعة؟ ليه الحولية مركزة على الرقم دا؟ علشان الرقم سبعة اللي في سفر الرؤية بتاع الدجال سبعة رؤوس ما أنا بأقول لك فتكر هذا الرقم طبعا تاريخيا هذا الكلام خطأ تماما باتفاق المؤرخين في العالم لإن الشام سنة 618 كان اللي بيحكمها الفرس وليس الروم هرقل أخذ الشام سنة 627 ميلادية فإزاي المسلمين خدوها من هرقل سنة 618 المسلمون بدأوا فتوحات الشام سنة 632 لكن طبعا لازم كاتب الحولية يحط أي حاجة فيها الرقم سبعة علشان يتوافق مع الرقم اللي في سفر الرؤية بتاع الدجال مش مهم بقى تاريخ ومين كان بيحكم الشام سنة 618 وعلى كل هذا الكلام هي الفكرة بس يجيبوا حاجة فيها رقم سبعة وخلاص وتقول نفس الحولية أن نبوته صلى الله عليه وسلم استمرت عشر سنوات يعني مش تلاتة وعشرين سنة لا عشر سنوات طبش معنى عشرة أظن فهمتوا اللعبة عشان الرقم عشرة اللي في سفر الرؤية بتعدى الدجال خد بقى هذه النكتة الحولية قدمت وفاته صلى الله عليه وسلم وخلته مات سنة 628 ميلادية يعني مش 632 خلوه مات صلى الله عليه وسلم سنة 628 طيب شمعنى هذا الرقم لأن الرقم 628 يوافق بالإسبانية 666 والرقم 666 هو رمز الدجال رمز الدجال عدده 666 شفت اللعبة فكتاب الحوليات حرفوا تاريخ العالم المهم يحلوا كارثة البشارات ثم يأتي مرتزق ويقرأ هذه الحوليات ويستخدم هذه الحوليات كحجة في تحريف تاريخنا المتواتر في وقاحة أكتر من كده يقولك نبي الإسلام في العراق مش في الحجاز دي ما هياش شبهة وقحة دي شبهة فرطوس طيب هنا في مشكلة الدجال باتفاق المسلمين وأهل الكتاب هيدخل بلاد الشام هيوصل لبيت المقدس سيدنا عيسى عليه السلام هيقتله بباب لد فيعمل إيه كتاب الحوليات قالك سهلة خلاص النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي قاد فتوح الشام بنفسه يعني حد هيراجع ورنا الورق ورقنا والختم في الدرج فنلاحظ من خلال نص أن اليهود بتهجوا لانتصار العرب على الحمية العسكرية البيزنطية ودهور النبي مع السراثين بمعنى أنه إلى سنة 1934 ميلادية لازال محمد حيا يرضى طيب مش انتوا لسه أيلين أنه صلى الله عليه وسلم مات سنة 628 ميلادية دلوقتي أصبح قائد فتوح بلاد الشام سنة 634 ماذا التناقض ده؟ الصراع النفسي اللي عاشوا اللاتين والسيريان والأرمن بعد فتوح أمة الإسلام مهوش سهل خلاهم يلفوا حوالي نفسهم فيئما إنهم كانوا يسلموا يئما يقعوا في هذه التناقضات الهبلة مات صلى الله عليه وسلم سنة 628 عشان توافق 666 الإسبانية وبالتالي هذا رمز الدجال وفي نفس الوقت هو الذي قاد فتوح الشام سنة 634 قاد فتوح الشام بعد ست سنوات من وفاته معجزة تخيّل كائنات برأس مربعة في هذا الزمان تأتي وتستخدم هذه الحوليات وعاوزانا نسكّف تاريخنا بناءً على هذه الحوليات مش بقولك حاجة تنقط بس أحب أقولك حاجة عندما تصل بالطرح لهذه المرحلة وعاوز الناس تلحد بناءً على هذا الهطل فأنت بهذا تسقط مصداقية الإلحاد أنت بهذا هتجيب الإلحاد الأرض باعتمادك على حوليات محترقة كمداً على الإسلام وجعلك هذه الحوليات مصدراً للتشكيك في تاريخنا المتواتر فأنت بهذا تثبت أن أنتوا شوية مرتزقة همكوا نشر القفر بأي حاجة ولو على حساب أي مصداقية أو نزاهة الشلة دي عاوزاك تكفر بالرخيص تكفر بخمسين قرش تخيّل جيوش المسلمين تفتح الممالك الأربعة في جيل الصحابة وإنت بتعامل الإسلام على إنه ثقافة منقرضة وهنعرف تاريخ هذه الثقافة من واقع حوليّ أيها الفرطوس دي الصحابة وصلوا لحدود أوروبا وفتحوا كبرص وحاصروا القسطنطينية دي اكتشفوا نقش لأحد المشاركين في فتح كبرص سنة 28 هجرية مكتوب على هذا النقش أنا عمار ابن جزاء الليفي وكتبت هذا عام فتح البحر فتح كبرص كان أول فتح في البحر للمسلمين فسمي هذا العام عام فتح البحر تخيّل يا صاحبي هذه الهمّة العجيبة عند هذا الجيل اللي بيعتبر هذا الفرطوس حاجة هامشية ممكن أي حولية تغيّر تاريخنا تخيّل البيزنطيين احتلوا مصر ستمائة سنة أخذوا شمال أفريقيا كلها بكتج واحدة كانوا رعبين العالم كان بابا الكنيسة في ذاك الوقت من شدة بطش البيزنطيين هربان في الصحراء 13 سنة يأتي الصحابة فيهرب البيزنطيين من قدامهم بلا عودة يحطوا دلهم في سنانهم ويجروا ده في حولية سريانية ذكرها الدكتور أحمد الشامي إن أحد القادة البيزنطيين كان بيجري بكامل عدته وعتاده قائد مش عسكري بيزنطي قائد بيزنطي كان بيجري بكامل عدته وعتاده من أمام جندي مسلم بلا درع ولا سرج جندي مسلم أعزل متخيل كمية الرعب اللي في قلوبهم فكاتب هذه الحولية السرياني بيقول للقائد الروماني ده أعزل انت اللي بتجري قال له كلما ألقيته بسهم تلقاه بكمه نس باعة قوة الصحابة في هذا الموقف تذكرني بحديث من الثلاثة الذين يحبهم الله رجل لقي فئة أو سرية بنفسه ونحره حتى قتل أو فتح الله عز وجل رجل باع نفسه لله فاكر لما أحد الصحابة عباد بن بشر كان في غزوة ذات الرقاع وكان واقف على الثغر يصلي فأحد الكفار رماه بسهم عايز يقتله فسيدنا عباد نزع السهم وكمل صلاته حتى رماه الكافر بثلاثة أسهم سيدنا عمار بن ياسر انتبه قال له سبحان الله ألا أن بهتني أول ما رمى؟ مش تقول لي قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها كنت عايش مع القرآن الناس دي وصلك لهذه المرحلة ازاي مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم أعظم بيعة إنك تنذر نفسك لله عز وجل تنذر نفسك لمسروع دعوة إلى الله سبحانه وتوقف نفسك على هذا المسروع لا يحيلك عنها حائل ولا يمنعك عن هذا الثغر مانع تنذر نفسك لإصلاح نفسك وفق ما أراد الله سبحانه إحنا وصلنا لما وصلنا له اليوم من انتكاس وتكالب الأمم بحب الدنيا وكراهية الموت غثاء كغثاء السيل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ ليه ده كله حب الدنيا وكراهية الموت يروي كتاب السنكسار وده كتاب كناسي يقرأ في الكنائس مش إحنا اللي عملناه يروي تحت عنوان نياحة البابا بن يمين سنة 641 ميلادية يعني في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيروي أن عمر بن العاص بعد أن فتح مصر والبيزنطيين جروا من قدامه فلما علم عمر باختفاء البابا بن يمين أرسل كتابا إلى سائر البلاد المصرية يقول فيه الموضع الذي فيه بن يمين له العهد والأمان والسلام فليحضر آمنا مطمئنا ليدير شعبه وكنائسه فحضر بن يمين بعد أن قضى 13 سنة هاربا وأكرمه عمر بن العاص إكراما زائدا وأمره أن يتسلم كنائسه وأملاكها هذا كان عز الإسلام ومجد الإسلام هل تعلم أيها الملحد هل تعلم يا من يزعم أن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه؟ هل تعلم أن في حوليات سريانية كتبت في ذاك الوقت في زمن الفتوحات في زمن الخلفاء ترد على هذا الكلام؟ حولية بابا الكنيسة السريانية الحولية دي كتبت سنة ستمية وخمسين ميلادية يعني تسعة وعشرين هجرية في زمن خلافة عثمار بن عفان رضي الله عنه الحولية دي ما هياش صح كل حاجة لكن بترد على شبهة إن النصارى دخلوا في الإسلام بالإكراه بيقول بابا الكنيسة السريانية في هذه الحولية كيف يجبرونكم على ترك المسيحية؟ النصارى لم يتعرضوا لأي اضطهاد من العرب عن طريق السيف أو الحرق أو التعذيب حتى يتركوا دينهم المسلمون يحترمون النصارى الكلام ده مكتوب من بابا الكنيسة السريانية في زمن عثمار بن عفان رضي الله عنه ويأتي من يتهم الإسلام بعد 1400 سنة كلما ابتعدنا عن تعلم العلم الشرعي كلما انتشر أمثال هؤلاء وانتشرت شبهاتهم تعلموا العلم الشرعي العقيدة والفقه والحديث وعلموه لأولادكم حاجتنا للعلم الشرعي النهاردة والله أولى من حاجتنا للطعام والشراب حاجتنا للدعاء الصادقين إلى الله والله أولى اليوم من الطعام والشراب ابحث عن مجال دعوة إلى الله عز وجل وقف عليه وطور نفسك يوم بيوم في بردية ناصان بردية كتبت سنة ستين هجرية وهي عبارة عن رسالة من أمير مسلم بيحذر فيه القادة المسلمين من ظلم أهل ناصان لأن لهم ذمة الله ورسوله كنا أمة عدل وعز ورحمة فيه كتاب كامل بيرصد الحوليات والمخطوطات اللي كتبت عن الإسلام في الحضارات المحيطة بالإسلام في القرن الهجري الأول والنصف الأول من القرن الثاني الكتاب اسمه سين اسلام أزاذرز سويت بتاع روبرت هويلاند الكتاب يعرض أكتر من مئة حولية ومخطوطة وأغلب هذه الحوليات والمخطوطات بتصف أحداث السيرة وأحداث زمن الخلافة الراشدة وصفاً صحيحاً مطابقاً للسردية الإسلامية للأحداث هذكر إن شاء الله بعض هذه الحوليات سريعاً بعد شوية والتلاعب اللي بيحصل في بعض التفاصيل في هذه الحوليات زي ما قلنا من شوية عشان بس يحولوا يوفقوا بينه صلى الله عليه وسلم وبين الدجال وحاشاه بعد قصة فتوح الممالك الأربعة وانطباق البشارات عليه صلى الله عليه وسلم بصورة مذهلة بالمناسبة الكتاب ترجي من العربية الإسلام كما رآه الآخرون طبعاً مفيش عاقل هينتظر حولية أو مخطوطة عشان يستوثق من تاريخ منقول على أعلى درجات التواتر في أدك التفاصيل أصلاً أفضل طريقة يتم توثيق معلومة بها اعتمداتها هذه الأمة الحدث بيرصد من عدد ضخم من البشر ثم ينقل من خلال هذا العدد الضخم من البشر إلى عدد ضخم آخر من البشر ثم يدون هذا الحدث ويتم توثيق الرواه نقلة هذا الحدث نقلة هذا الخبر منهج توثيق على أعلى الدرجات التراث الإسلامي أكبر تراث مكتوب مخطوط في تاريخ البشرية التراث الإسلامي هو أكثر تراث موثوق في تاريخ البشرية التراث الإسلامي هو أكثر تراث مخدوم في تاريخ البشرية التراث الإسلامي هو التراث الوحيد المنقول بالاتصال الصوتي ده خدم كل حرف خرج من فمه صلى الله عليه وسلم لا مجال أصلاً للمقارنة بينه وبين أي تراث في كل التاريخ البشري بل إن كل تراث البشرية عبر كل تاريخها في كل حضاراتها إلى القرن الخامس عشر الميلادي ليس بشيء أمام التراث الإسلامي المنقول حتى نفس التاريخ ليس في الدنيا معرفة متواترة بالأحداث الكبرى التي جرت في العالم القديم بحد تواتر معرفة أدق التفاصيل من سيرته صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما من حال أحد من الأنبياء والملوك والعلماء المتقدمين إلا والعلم بأحوال الرسول أظهر من العلم به التشكيك في تاريخ الإسلام ما هواش تشكيك في منهج نقل التاريخ فحسب بل هو والله تشكيك في العقل نفسه التشكيك من واقع حولية أو مخطودة ممكن ينفع لو أن هذا الإسلام ثقافة بائدة اكتشفناها بالشطفة ليس هناك مسلمين ولا تاريخ إسلامي ولا كل هذه الأمور فبنحاول نعرف هذه الثقافة البائدة من خلال هذه الحولية هل تاريخ الإسلام انقطع ولو لساعة واحدة عبر كل تاريخ الأمة؟ تاريخ الإسلام نقله أكثر من مئة ألف من الصحابة ممن حضروه إلى ما لا حصر له من التابعين ولم يتوقف هذا التاريخ أو ينقطع لساعة واحدة حتى اليوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه دونت بين يديه كان في 52 صحابي كتاب السنة بيكتبوا السنة بين يديه صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم نقل القرآن ونقلت السنة وكان لأبي هريرة تملميد تابعي ثمانمائة تابعي وعندنا كتب كتير كتبها الصحابة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أيامه عندنا كتاب عبد الله بن عمر بن العاص كتاب أنس بن مالك كتاب سعد بن عبادة كتب كتير وفي جيل التابعين عندنا كتب كتير كتبت في سيرته صلى الله عليه وسلم وهعرض بعد سوية كتاب كتب في زمان الصحابة موجود لغاية النهاردة العجيب وإحنا بنتكلم هذا الكلام يخرج علينا مش أبو راس مربعة اللي قالك الإسلام في العراق لا ده قالك كائن غريب قالك الإسلام صناعة عباسية كائن دماغه ثنائية الأبعاد العباسيون ظهروا على مصرح الأحداث وصنعوا مكة وصنعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصنعوا الجاهلية وصنعوا المعلقات وآذوا للناس داء التاريخ بتاعكم مع أنهم لسه كتبذوا النهاردة إلى أن الإسلام المعاصر هو مذهب يهودي آسيوي نعم مذهب يهودي آسيوي صنعه الخلفاء العباسيون وفقهاؤهم في العراق وإيران وخورسان في آسيا الوسطى ابتداء من القرن الثامن ميلادي الإسلام صنعه العباسيون في العراق وإيران وخورسان يعني ما كانش فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والسيرة والغزوات وكل الحاجات دي وهكذا باختيارهم مكة تمكن العباسيون أن يكتبوا ما أرادوه وأن يخترعوا كل ما أرادوا من شخصيات خيالية محمد والرسول والصحابة والغزوات أحداث وهمية جاءوا مكة وصنعوا كل شيء حتى الجاهلية والمعلقات وأخبار الجاهلية كل دا صنعه العباسيون وحبكوا حولها خرافة كريش والجاهلية والحج في الجاهلية ومعلقات شعر الجاهل إلى آخر ما شاء الله كل دا تمت صناعته في العصر العباسي المدينة الشبح مكة التي لا ماضية لها ولا شيء حولها إلا الرمال كانت هي أفضل مكان في رأيه يجده العباسيون في الشرق الأوسط ليصنعوا ديانة جديدة يا الإسلام ورسول جديد هو رسول محمد وعاصمة دينية جديدة هي مكة بكعبتها وحجها المدينة الشبح مكة صنع العباسيون حولها كل شيء واحد يقول لي هذا الكائن ذو الرأس ثنائية الأبعاد على ماذا اعتمد في هذا الطرح طبعا مفيش حولية تقدر على هذا الفجر الفجر دا مفيش حولية تقدر تعمل بصراحة الحوليات أخرها تلعب في كم سنة تلعب في منطقة جغرافية لكن هذا الفجر إن الإسلام صنع عباسية مفيش حولية تعرف تعمل بصراحة فعلى ماذا اعتمد الكائن ثناء الأبعاد اعتمد على حجتين الحجة الأولى إن المحدثين والمؤرخين من خرسان والحجة التانية هي موضوع العملات النقود الساسانية العربية التي سكها أمراء خرسان العرب هي نقود مسكوكة على نمط النقود الساسانية يعني تحمل صور الحكام الساسانيين وصور معبد النار الزرادشتي المجوسي والكهان هذا ما نجده على النقود لكن هي نقود فيها كتابات بالعربية النقود الساسانية العربية تحمل صورة معبد النار الزرادشتي وعليها كتابات عربية إذن الإسلام صناعة عباسية قبل عبد الناصر لم تكن هناك مصر مفيش أسرة محمد علي ممليك فراعنة مفيش كل هذا الكلام هو عبد الناصر أتى في قبيلة عربية قبيلة بني مر وصنع بقى فكرة إن في أسرة محمد علي وإن كان فيه فراعنة وإن كان فيه ممليك وفيه أدلة على هذا الكلام شوف توابع البريد أيام عبد الناصر هتلاقي على هذه التوابع صور بلاد ليست في مصر أصلا هل في عاكل في الكون يصدق طرحا كهذا طبعا البعض متخيل إن أنا ببصت كلام هذا الكائن أو بسخف حجته والله هذه هي حجته هذا هو هو دا مستوى الطرح اللي بيقدمه مفيش حد هيصدق هذا الطرح إلا حد فقد المخ والعقل والرقبة والكتف والرقبتين والصبع الرجل الصغير يعني عملة عليها صورة رمز النار الزرادشتي وكتابات عربية إذن الإسلام كله بكل ما فيه صناعة عباسية إذا هو الإلحاد رخيص لهذه الدرجة؟ ليه حابين تمسحوا بالإلحاد الأرض ليه؟ أنتم بهذا الطرح وكأنكم تقولون للناس لن يلحد إلا مجنون العملات والنقود اللي عليها صلبان أو صورة معبد النار عشان حاجة قد كده وهي أن الإسلام انتشر بسرعة كبيرة جدا جدا أعجب حدث جيوسياسي في التاريخ جيل الصحابة هزم أكبر امبراطوريتين في العالم كان تحت إديهم أمم كاملة فطبيعي محدش هيلحق يعرّب النقود والعملات والدواوين في عشرات الثقافات في البلاد المفتوحة هذه الحاجات تأخذ وقت كبير هذا فضلا عن وثوقية هذه العملات في ذاك الوقت عالميا وانتشارها في كل بيت فعشان تنتقل لعملة جديدة الموضوع ما هو سهل ما كانش فيه زمان البنك المركزي ونداء عبر الميديا وعبر الفيس غير عملتك فأقرب بنك ما كانش فيه هذا الكلام خطوة تغيير العملات بتاخد سنوات طويلة فالصحابة اعتمدوا العملات والدواوين بتاع البلاد المفتوحة وبدأوا يضيفوا عليها عبارات إسلامية شيئا فشيئا على فكرة نفس الحجة بتاع العملات احتج بها ذاك المرتزق وقال لك معاوية كان مسيحيا لماذا أيها الجهبز قال لك لأن في زمنه كان فيه عملات عليها صليب لعيب لعيب العملة التي كانت شائعة في عهد معاوية فعلا تحمل سلبان العملة بتحمل سلبان في عهد معاوية عايزة تاني الأمويون مثل معاوية وعبد الملك بن مروان وسلالته كلهم كانوا مسيحيين نستوريين الأمويون كانوا مسيحيين معاوية رضي الله عنه كان مسيحيا طبعا هذا الطرح زي ما قلت بيفضح الإلحاد بيبهد الإلحاد فعشان كده على فكرة الملاحدة الأدام بيخافوا من هذا الطرح لأنه لو انتشر ما هواش في مصلحة الإلحاد هيصف على الإلحاد هيضحك الناس على الإلحاد شوفوا أنا باولي بس في نظريه إن الجماعة اللهم ويندول كانوا مسيحية أنا مش معاوية النظرية أنا مش معاوية النظرية دي الملحدين نفسهم خايفين من هذا الطرح إنكار السردية التاريخية المتفق عليها لأحداث الإسلام الكلام ده هيولد إشكالات تاريخية لا حل لها إنكار إن مكة كانت في الحجاز أو القول بأن معاوية رضي الله عنه كان مسيحيا الكلام ده هيولد مشاكل في السرد التاريخي لأحداث العالم لا يمكن حلها مش هيعرفوا يحلوها طبعا هذه الشلة مرتزقة مش فارق معاها مشكلة في السرد التاريخي لأحداث العالم أو تناقضات لا يمكن حلها هي القصة كلها عندهم ماني 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 وهو يمكن واحد أهطة ليتأثر بالكلام بتاعهم وخلاص دي كل قصة أكثر المستشرقين تعصبا ضد الإسلام في القرن العشرين كانت واحدة اسمها باتريش شاكرون وديت الميذة المستشرق الحاقي جون وانزبرو وهذا الشخص كان من أول من استخدم الحوليات للتشكيك في التاريخ الإسلامي فباتريش شاكرون شربت منه الصنعة وأصبحت رقم واحد في المجال اللي هو نقد التاريخ الإسلامي من خلال حوليات طبعا هذا الطرح إهانة للعمل الاستشراقي هي بهذا الطرح بتسقط هيبة الاستشراق طبعا العمل الاستشراقي فيه حاجات حلوة فهي كده عاملة مشكلة فبدأ المستشرقين يخرجوا ويردوا على طرح باتريش شاكرون وخرج ديفيد وينز وقال إن التشكيك في السردية الإسلامية اللي بتعمله باتريش شاكرون ده كلام مرفوض عالميا هذا الكلام لا يمت للتاريخ بصلة وروبرت سيرجنت قال إن التشكيك في التاريخ من خلال حولية أو مخطوط هذا منهج غير عقلي وقال إن منهج باتريش شاكرون هو محاولة لقلب الحقائق عشان توصل لفكرة معينة بزهنها ستيفن هامفريز قال ده لعب عيال ما هواش عمل بحثي باتريش شاكرون في آخر حياتها بدأت تعمل مراجعات بدأت تشوف الطرح اللي هي قدمته في كتب كتير كتبتها وإذا فجأة قبل وفاتها بوقت قصير تكتب مقالا من أهم المقالات في هذا الموضوع مقال بعنوان ما الذي نعرفه بالتأكيد عن محمد صلى الله عليه وسلم بتقول باتريش شاكرون في هذا المقال نحن نعرف عن محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرف عن المسيح فضلا عن موسى أو بوذا وعندنا بالتأكيد القدرة على معرفة المزيد من المعلومات دان أصحاب الرؤوس ثنائية الأبعاد مفهمني أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس له أي وجود تاريخي تكمل بتريش شاكرون وتقول لا يوجد شك في أن محمد صلى الله عليه وسلم كان موجودا بشكل تاريخي لا يوجد شك مع محاولات لإنكار ذلك ثم تقول ولكن على أي حال فإن هذا المصدر بتتكلم عن نص يوناني ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبتقول أن هذا المصدر يعطينا دليلا لا يمكن ضحضه دليل لا يمكن ضحضه دليل قطعي بأنه صلى الله عليه وسلم شخصية تاريخية وعلاوة على ذلك فإن وثيقة أرمينية مكتوبة سنة 661 ميلادية ذكرته صلى الله عليه وسلم بالإسم محمد وقدمت وصفا معروفا لدعوته للتوحيد على فكرة البي بي سي الوثائقية عرضت هذه الوثيقة الأرمينية التي ذكرت النبي محمد صلى الله عليه وسلم armenian historian سيبيوس wrote about mohammed just 24 years after his death the particular interest here is that for the first time in armenian someone talks about mohammed and mentions him by name and says a little bit about what he did سيبيوس himself was talking about the events around around the year 630 which was before mohammed had actually died Sibius gives a surprisingly accurate account of mohammed's background and teachings translating from the armenian at that time a certain man whose name was mahmed which is the usual name for mohammed in armenian a merchant as if by the command of god appeared to them as a preacher now mohammed gave them laws namely not to eat carrion not to drink wine not to speak falsehood and not to engage in fornication the people who tell you that Islam is an abbasanian if you are coming to you will not do that you will not do that these are the things that are written in the chronological of God's تفاصيل السردية الإسلامية. ليس هناك شك أكاديمي في السردية الإسلامية لتاريخ الإسلام المبكر. طبعاً باستثناء حسابات الملاحدة العرب. دول وطالوا يشككوا إن مفيش بني أدمين أصلاً عشان تلحد. والله يعملوها. على فكرة عملوها. تقول باتريش شكرون كلمة في غاية الأهمية. نسبة النص القرآني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه قرأ كل هذا النص يصعب التشكيك فيه. وكثير من آيات القرآن كما قلنا من شوية بترتبط بأحداث معينة في السيرة. فوثوقية النص القرآني هي توثيق لتاريخ الإسلام المبكر. أما فكرة اختلاق العباسيين للإسلام وإن الكعبة كانت في مكان آخر فهذا الكلام لا يدخل على إنسان الأي كيو بتاع صفر. افتراض أن في أمة من الناس اختلقوا تاريخا مزيفا في لحظة ثم سلموا عن بكرة أبيهم بهذا التاريخ المزيف ده افتراض مجنون. كيف يصنع تاريخ مزيف ويتقبله الناس هكذا بمنتهى البلاهة؟ بل وينتشر هذا التاريخ المزيف بين كل العرب وفي كل العالم هكذا في لحظة. مجتمع مترام الأطراف بيعيش في ثلاث قرات يوافق بالإجماع على مسخ كل تاريخه وصناعة تاريخ جديد له ويبتلع هذا التاريخ الجديد بكل تفاصيله وأحداثه هكذا دون إبداء هكذا دون إبداء اعتراض واحد لا مش كده وبس ده كمان دون إبداء موافقة واحدة يعني مثلا ما فيش حد طب للعباسيين وقالهم ريم على القاع بين البان والعالم أحسنتم في نقل الكعبة يا أمة العربي لا ده ليس هناك نقض ولا تأييد من كل البشر من يقبل بهذا الجنون فهو مهيئ لقبول أي هراء في العالم فكرة صناعة تاريخ بأحداث وسير وتفاصيل كاملة وحاول خليك تبتلع كل هذا وتمسخ كل تاريخك وكل ما تعرفه ما يحصلش الكلام ده إلا في حالة واحدة بس لو حصل جنون جنون مفاجئ لكوكب الأرض وكل البشر في كل الأرض حصل لهم فقدان ذاكرة جماعي ثم في لحظات كتب التاريخ والأحداث والسيرة وكل حاجة وبعد ما فاءوا قالوا لهم هذا هو تاريخكم يا ابن اللي يعمل كده مش هيفتح عربعة ممالك ده هيفتح مجرة أندرومي ده ودوران شبرة والناس بتزعل مننا لما بنقلش على الإلحاد طب ده ابن اللي بيعملوا الملاحدة في الإلحاد يا راجل ده في وثيقة اسمها وثيقة أركولف ودي كتبها رجل دين فرنسي سنة خمسين هجرية ستمية وسبعين ميلادية عندما زار القدس قال فيها ان هو شاف المسجد الأقصى والعرب يصلون فيه والكلام ده قبل عبد الملك ابن مروان بسنوات طويلة طبعا الكلام ده في رد على أصحاب الرؤوس المربعة اللي بيقولوا ان المسجد الأقصى لم يكن له وجود قبل عبد الملك ابن مروان كل شبه من هذه الشلة تجد الرد عليها من الحضارات المحيطة بالعالم الإسلامي من ذاك الوقت بس انت ابحث واسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد موجود في حوليات كتبت في ذاك الزمن وهذا الملحد أحضر مخطوط لبطريارك الكنائس الشرقية سنة ستمية تسعة واربعين يعني زمن الخلافة الراشدة بيذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في نص عند شخص بطريارك الكنائس الشرقية في سنة ستمية وتسعة واربعين ألك الإسلام ديانة عباسية عرفت لي مستشفى المجانين في مصر بسمها عباسية في الحولية الإسبانية سنة سبعمية واربع وخمسين تقول الحولية بعد أن وصل أبو بكر للعرش وهو من نفس قبيلة محمد وقام بالعديد من الغزوات ومات بعد أن حكم ثلاث سنوات وترك عمير على العرش عمر بن الخطاب رضي الله عنه وظل عمير عشر سنوات وأخضع الإسكندرية أقدم وأبهى مدن مصر وبعد أن حقق النصر شرقا وغربا برا وبحرا مات بسيف عبد أثناء الصلاة بعد أن حكم عشر سنوات نفس السردية الإسلامية للأحداث وإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتله عبد أثناء الصلاة بعد أن حكم عشر سنوات نفس الكلام بالمناسبة لبتاع الإسلام ديانة عباسية في نقش مكتوب عليه عمر بن الخطاب من سنة سبعة وخمسين هجرية وفي نقش من زمن عمر بن الخطاب نفسه اسمه نقش زهير النقش ده تاريخه أربعة وعشرين هجرية وده مكان اكتشاف النقش اكتشف سنة ألفين والنص المكتوب في هذا النقش بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة أربع وعشرين زهير كتب هذا النقش سنة أربعة وعشرين هجرية سنة توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هذا النقش كان صادما للمرتزقة لأنه هو بيثبت السردية الإسلامية للاحداث فقال لك بس هذا النقش عليه نقط والنقط لم تظهر إلا في مرحلة تالية وهذا جهل لأن التنقيط للحرف العربي موجود من زمان عندنا بردية تعود للعام اتنين وعشرين هجرية فيها النقط على الحروف واضحة جدا وعندنا أثر ابن عباس أن عامر ابن جدرة وضع النقط على الحروف من زمن مبكر جدا وعدم تنقيط القرآن في مصحف عثمار بن عفان رضي الله عنه حتى يتيح القراءة بأوجه القراءات المختلفة مش لأن التنقيط لم يكن استعمل إذن في أحداث السيرة وأحداث الخلافة الراشدة موجودين في حوليات من ذاك الزمن في الحولية البيزنطية العربية سنة 741 ميلادية بتسرد أخبار أبي بكر وعمر وعثمان بنفس أحداث السردية الإسلامية ده في حولية كتبت سنة 637 يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي أربع سنوات أو خمس سنوات في هذه الحولية الكاتب السرياني بيذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم طبعا المخطوط مهترق لكن مذكورة كلمة محمد في أول المخطوط وإن عرب محمد فتحوا بلاد الشام وتكلم عن فتح حمص فتح مدينة حمص أهو محمد صلى الله عليه وسلم في مخطوط سرياني من سنة 637 ميلادية يعني في أول خلافة عمر في شاهد قبر لعباسة بنت جريج سنة 71 هجرية في أسوان في مصر مكتوب على هذا الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم إن أعظم مصائب أهل الإسلام مصيبتهم بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول كمان ولا كفية طبعا نختم في حولية اسمها حولية الكاهن توماس سنة 640 ميلادية يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي 8 سنوات في هذه الحولية بيتكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أن عرب محمد فتحوا بلاد الشام انت ملاحظ حاجة هنا اللاتين والسريان والأرمن الكل مركز على فتوح بلاد الشام الموضوع ما كانش سهل العالم ما كانش مصدق إزاي قرية في جزيرة العرب تهزم الامبراطورية الرومانية العملاقة وتسففة التراب إزاي انتهي ملك الفرس والروم في أرض الشام للأبد ده حتى ما ينفعش بأخيال علمي لكنه النهاردة عندنا خيال علمي من نوع آخر وهو شبهات الكائنات سنائية الأبعاد طيب لألا ننسى الكائن سنائي الأبعاد احتج علينا بالحجة التانية وهي إن كتاب السير والتاريخ الإسلامي كانوا من خرسان وأنا صراحة لا أدري يعني ما وجه الإشكال في ذلك والأمر لم يكن حصريا عليهم على العموم خذ هذه المفاجأة اكتشفوا بردية منقولة عن نص مكتوب في أواخر القرن الأول الهجري من بردية مغازي معمر ابن راشد في البردية دي نفس أحداث السيرة والبردية بتثبت وجود أحاديث مكتوبة في القرن الهجري الأول وبتثبت كتاب حديث وسير عرب ما هماش من خرسانه خذ عندك بردية مقاتل ابن سليمان مية وخمسين هجرية بردية موطأ مالك ابن أنس مية وخمسين هجرية خذ دي صحيفة همام ابن منبه اللي تولد تسعتاشر هجرية تلميذ ابن عباس وتلميذ أبي هريرة الصحيفة دي بخط همام ابن منبه موجودة لغاية النهاردة بخط همام بنفسه منها نسخة في مكتبة دمشق ونسخة في مكتبة برلين في ناس بتتجاهل نقل الكافة عن الكافة تتجاهل توسيق الرواه اللي هو ملزم لكل عاقل عوزين يقفزوا ويتجاوزوا جبل عملاق من البراهين اليقينية على صحة السردية الإسلامية لأحداث السيرة والخلافة الراشدة عوزين يتجاوزوا هذا الجبل العملاق من البراهين اليقينية ولا يسلموا إلا بنقش على حجر أو حولية مهلهلة فاعذروني سامحوني على إحضار هذه الحوليات وهذه النقوش والله موضوع مضحك تحضر دليلا بعيد جدا جدا على وجود جبل أن تتقف في ساحته وتلمسه وتراه معلش لو كانوا يعقلون نقص عندهم أولى من النقل الصوتي المتواتر لكمية عملاقة من الأحاديث طبعا النقوش في كتب كاملة بتعرضها زي كتاب الوجود التاريخي للأنبياء وكتاب أركيولوجيا الإسلام وصراحة من أفضل من صنف وحاضر في النقوش والحوليات في هذه السبهة هو الدكتور أحمد الشامي كتاب تاريخية الصحابة وكتاب الإسلام التاريخي عاوزين بقى نختم بحاجة علمية تجريبية لذيذة على موسوقية الإسناد عشان الكائنات اللي بتشكك في تاريخ الطبري في ناس من أصحاب الرؤوس ثنائية الأبعاد بيشككوا في مرويات تاريخ الطبري يروي الطبري بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل يوم الأربعاء في آخر ذي الحجة سنة 23 هجرية قال الطبري في تاريخه وحدثني أحمد بن ثابت الرازي إلى آخر الإسناد قال قتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليالي بقين من ذي الحجة تمام سنة 23 والسيوطي رحمه الله بيروي أنه يوم أنمات عمر انكسفت الشمس تم عمل تحقيق فلكي هل فعلا حصل كسوف في المدينة المنورة في هذا اليوم وكانت المفاجأة نعم حصل كسوف يوم 5 نوفمبر من عام 644 ميلادية الموافق آخر ذي الحجة من عام 23 هجرية شوهد كسوف حلقي في هذا اليوم في المدينة المنورة زي ما انت شايف في الصورة لخط مصار الكسوف قال لك الإسلام ديانة عباسية والله انت اللي عباسية في بقى شبهة وهنختم بهذا الكلام في شبهة قالها هذا المفتري وهي أن مكة مكان خرافي لم يكن لها وجود المدينة الشبح مكة التي لا ماضي لها المدينة الشبح التي لا ماضي لها يا واد يا شبح لا يعرف أن ماكرابة أو مكة الرب ذكرها بطليموس في القرن الأول الميلادي يعني قبل الإسلام بستمائة سنة رسم بطليموس الجزيرة العربية وحط المدن التالية تحت بعضها لاثريبة ياثرب مكة الرب بس الدكتور أحمد الشامي بيقول إن ماكرابة معناها مدينة الذبح العظيم حادث إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام لإن ماكرابة وردت بنفس هذا اللفظ ونفس هذا النطق في كذا مكان بمعنى الذبح العظيم مكة ربا الذبح العظيم وردت في أخبار الأيام التانية 13 عدد 17 وفي سفر العدد 11 تلاتة وثلاثين هتلاقي في كذا موضع في التوراة الكلمة اللي قدامك على الشاشة دي الجزء الأول منها بيونطق بالعبري مكة والجزء الثاني رابا ومعناها العظيم فالكلمة على بعضها ماكرابة يعني الذبح العظيم الخريطة دي الوحدها بتقضي على شبهات لا حصر لها بتبين إن مكة موجودة من البداية وإنها في الثقافة القديمة مرتبطة بواقعة الذبح العظيم قصة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإن واقعة الذبح العظيم حصلت في مكة التي في الحجاز وإن مكة أصلا في هذه الخريطة في الحجاز فالخريطة دي بتقول إن من قال أن الإسلام ديانة عباسية ده متخلف عقليا من القرن الأول الميلادي بالصورة دي بصراحة بتلخص الحلقة أعلم أني أطلت عليكم فسامحوني لكن كشف دعاة الكفر وكشف شبهات دعاة الكفر ليست مهمتي وحدي مهمة كل واحد فينا إيصال هذه الرسالة للناس مهمتنا جميعا فلنتعاون على نفع الناس نفع الله بكم نلتقي على خير لا تنسوني من صالح الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا هبد لا تهبد علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن هبدك قد سمى فوق هبد الهابدين قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ترجمة نانسي قنقر